خلينا روح للمريخ والمريخ طبعا زي ما قلت لحضراتكم فريق بنفس النادي الأهلي السندي في دور المجموعات معنا في المجموعة وأعتقد المنافس قوي جدا هيكون معنا من خلال الفيديو كونفرنس الأستاذ نزار النور الإعلامي السوداني والصحفي بمجلة فرانس فين كاتر أهلا بك طبعا في البداية أستاذ نزار على شاشة الأهلي سهلا خير يا كابتر أهلا وسهلا بك يعني بداية خلينا نتكلم عن رؤيتك في وقوع المريخ مع الأهلي المصري والأهلي طبعا حامل اللقاء في نفس المجموعة بداية دعني أحييك يعني كابتن سمير يعني ودعني أحيي جميع جماهير الأهلي بطبيعة الحال أنا الضيف اليوم على نادي الأهلي نادي الكبير نادي القرن نادي العظيم الذي يملك مؤسسة كبيرة هي مؤسسة محترمة يقودها العديد من المتخصصون يقوموا بإعداد هذا النادي منذ النشأة وحتى الفريق الأول المواجهة المرتقبة بين المريخ والنادي الأهلي تم تأجيلها بسوى مشاركة النادي الأهلي بطبيعة الحال في كأس العالم للأندية الذي ستدور فعالياته في الشهر المقبل في الدوحة ما يمكن أن أقوله اليوم بأن هي مواجهة بين فريقين أخوين شقيقين يربطهما مصير واحد تاريخ واحد الكثير من الأشياء تربط بين السودان ومصر لا يمكن أن ننكر ذلك نعرف أن المريخ والأهلي مواجهات تاريخيا لديها الكثير من الإثارات وكان سواء مع المريخ أو مع الهلال مع كل الفرقة السودانية الأهلي دائما يكون ضيف ثقيل لأنه فريق كبير يملك العديد من المفاتيح مفاتيح اللاعب يملك التاريخ يملك أكثر عدد تدوجات في القارة الأفريقية ولديه الكثير من الأسماء التي الإحلال والتبديل دائما ما يتم ببسهولة الجميع يعرف أن النادي الأهلي لا أحد يخفى عليه أن النادي الأهلي فريق قوي لا يمكن مجاراته في أي مباراة العبها يحسب له ألف حساب في النهاية الكرة ترعب على داخل المستضير الأخضر ويبقى الود ويبقى الأخاء من الشعبين شعبين 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 شكرا